السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى حبيبتي تكونوا بأحوال جيد طيبة انتم ما تشاهدوا الفيديو ديديو اليوم الوصفة دينا فهي بسيطة جدا الوحد العشاء والغداء ليهما السرع غير بالخضر وبدون تعقيدات وفرمشة العين كيوجد فهو سباكيتي دينا بهالطريقة التركية اللذيذة جدا في مقلات كانوا وضعوا القليل من الزيت إذا هاد الوصفة ستحضر كلها في إناء واحد وهذا كذلك من المميزات ديالها كانوا وضعوا الكيمية اللي بغينا من سباكيتي وفنفس الإناء مع سباكيتي كانوا وضعوا الخضر اللي كنكونوا حكيناها الخضر حسب الاغتيار انا هنا درت جزارة واحدة كبيرة ودرت حبة واحدة من الطماطم بطبيعة الحالته هي مقطعة غير رقيق يعني ماشي حكوكا درت واحد الفلفلة حلوة خضرة اذا كان عندكم الوان ممكن تضيفون اللي حبيته درت قرعة واحدة خضرة ودرت بصرة واحدة صغيرة تهية مش للدارقيق إذا هذو هما الخضر اللي درت مقطعين رقاق او لا محكوكين على حسب الاختيار ديالكم إذا من بعد ما كنستفل الخضراء انا درتها غير هكا باش تبنيكم كان وضع التوابير اللي كتبقى بطبيعة الحالة على حسب الاختيار انا درت شوية ديال سكنجبير الخرقوم تحميرا او للفلفل الاحمر الحلو وما درتش لملحا لانني غادي نزيد سلسة السوجة اذا كان غطيها تلعناصير كلها بالمياه اللي حبتها لو انها تكون مياه مغلية يعني كنغطيها كلها حتى ما كتبقى شتبان لنا سباكيتي من الفوق اذا كما شفتو كنغطيع لها واحد خمسة دقائق حتى كتبقى بحال هاكا يعني حتى كتبدا تغلاء بحال هاكا كنضيف لها واحد المكعب ديال اه كنور ديال الحوت حسب الاختيار اذا بغيتو ممكن انكم تستغنوا اليه او لا اذا بغيتو انكم تضيفوا معا شوية ديال لداند او لا شوية ديال جاج شوية ديال لدي الكفتة لكم الاختيار انا بغيت هاكا تبقى نباتية بحال هاكا كنضيف ملعقة صغيرة مملوئة من طماطي من المركزة و كنضيف شوية ديال الزعتر نحرك الكل جيدا اذا كما قلنا كنحرك لاناصير كلها و كنخليهم تقريبا واحد ستا دقائق كي يطيبو اذا في هاد الوصفة هادي كلها تاخد معانا تقريبا عشر دقائق تتكون واجدة كل شي في ايناء واحد وكل شي كي يكون جاهز في رمشة العين جربوها اكيد غدي تعجبكم سافي ملدي كنشوفو يعني سباكيتي ديالنا طابت كنحاولو انا نحركوها غير كل مرة كنطلع لها كنحركوها غير هكا باش تندمج الخضر تيقوني مكتبقاش الخضرها قاعد بان نهائيا اذا هادي وصفة كذلك للاطفال اكيد غدي تعجبوهم ان شاء الله اذا كما قلت لكم اضخصكم المياه لحسب نوعية سباكيتي ممكن انكم انا اكتفيت بالقدر اللي يزد في اللول اذا في الاخير يعني من اللي كتوجد عندنا وصفة كنلقوها طابت وكتكون عندنا غير الكيمية قليلة من لاصوس كنخليك واحد الكيمية من لاصوس لانها غدي تشربها مازال وكذلك حسب الطوق ديالكم اذا حبيتوا انكم يعني تكون بسلسة كتيرة او لا تكون ناشفة كنضيف هنا القليل من سلسة السوجة كما شفتوا معايا لانني ما ضفتش الملح وانني كنفضل المدق ديال السوجة وهنايا غدي نضيف القليل من الجبن المحكوك الجبن الاحمر وهذه هي الوصفة ديالنا لليوم فهي وصفة معروفة يعني حققات مشاهدات عادية في اليوتيوب لانها فعلا كتستحق تجريبة وكتستحق انكم تديروها بعض المرات كنكونوا عقزانين ما كيكونش فينا لطيب وكذلك فهي وصفة صحية بدون لحوم وفيها الخضروات بزاف مع انكم ما كتحسوش بهم نهائيا نتمنى انا الوصفة ديالي اليوم تعجبكم وتنال اعجاب ديالكم او كيما العادة من تنسوش انكم تبرتجوا عن محببتكم اذا عجبتكم الوصفة بطبيعة الحال وتشجعوني وشكرا لكم على المتابعة او الى اللقاء في فيديو قديمة ان شاء الله اشتركوا في القناة